طيب دكتور بشكل عام يعني كلام كتير بيتقال عن زيارة الأضرحة عن التبرك بيها وطبعا هذه المسألة لطالما كانت يعني زاوية لنقاشات وجدل كبير جدا يعني هل زيارة الأضرحة والتبرك بيها في الشريعة الإسلامية أمر جائز حضرتك زيارة الأضرحة أمر متفق عليه بين العلماء أصحاب الأفقار المتطرفة المتشددة جاءوا ويريدون أن يمنعوا كل شيء يتعلق بمقامات أهل الله أو أهل بيت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنهم في بعض حضرتك إن يعني الكلام الشديد العنتاري كما يقولون في 2011 و12 و13 عندما قاموا بهدم بعض الأضرحة في مصر وفي وقت عندما كان هذا الطيار المتشدد يرى نفسه على الساحة حتى في 2013 لحد منتصفها حضرتك لما وجدوا إن الذي يمسكون الحكم يحبون هذا الشيء ولا ينكرونه وحتى ليس في مصر وحدها ولكن أيضا في ليبيا وحصل هذا وبعض البلدان يذهبون إلى الأضرحة لا يحترمون حرمة الميت فيهدمون الضريح بل إنهم حفروا داخل الأرض حتى يأتوا بالجثة فالفكر عندهم حصل ده فعلا؟ حصل بالفعل عن سيدي عبد السلام الأصمر وسيدي الشيخ زروق الاتنين من الأئمة الكبار في ليبيا الاتنين الشيخ زروق والسيخ عبد السلام الأصمر ده في ليبيا في مصر في بعض القرى حصل هذا بس ده في إيه؟ في إمتى؟ في 2011 و2012 حصل كده ورأوا أن لهم يعني ظموا أن لهم صولة وجولة فقالوا نفعل هذا ولكن الجميع أن الشعب المصري نفسه هو كان يقف لهم بالمرصاد فهم يقولون أن مجرد زيارة للأضرحة إنها حرام وبعضهم يقول بدعة والبعض كمان منهم يقول شرك حتى مستواتهم هم متعددة فعندما نأتي طيب عايزين نجيب كتب التراث التي اعتمدوا عليها هنجد كتب التراث جميعا لا تقول بحرمة زيارة الأضرحة يبقى زيارة الأضرحة والتبرك بالأضرحة هم يكون ليس هناك زيارة ومن ثم يكونوا بالأولى ما فيش حاجة اسمها تبرك بالأضرحة العلمة بقى وانا عاوز كل واحد كده يجيب مين اللي قال كده هاتلي الحد قال زيارة الأضرحة حرام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ده قبور الناس العادية انما لما يكون قبر زيئا حد من أهل البيت او صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او من أهل العلم الصالحين الذين شهد لهم الجميع بالصلاح ده رايح ازر لي عشان امتثل واتخذه قدوة ايه الحلم في كده المهم ان الفكر المتشدد ده خالف الموروث والموجود يبقى الفكر المتشدد خالف الموروث والموجود في مسألة زيارة الأضرحة